السلام قبيداتي خطف واتاتين تمنى تكونوا بخير وعلى خير أشخباركم تمنى لكم الصحة ولهنا وراحت البال دائما تمنى لكم الصحة ولهنا وراحت البال يوا أشخباركم أشكتعودوا كثيرين مع الأجواء مع هاد الظروف نتمنى يا ربي الله يخفف ما نزل يوا الحمد لله الإنسان راه في الحياة بالقسم اللي ربي حتى يلقى الله سبحانه وتعالى احنا مشغولين يوا شغطي نقول لكم بغيت نتقاسم معكم واحد الفكرة كنت خرجت الوليدة شوية تبدل الجو ديال الدار نخرجه من المحيط ديال الدار لأنه بس كنا شوية عيات في الصحة ديالها كيف كتشوفوها معي دائما وديت الواحد الجرده قلسنا كين ناس كين درت يون فيديو ولكن يعني ما عرفتش مهم نقدر نحط لكم شي حاجة من ديك الخرجة حيت ملكين شي حاجة اللي اسميتو غير الموضوع واحد البنت جات قلسات حدانا وبقينا بدات كتتكلم مع الواليدة عجباتها وقد لدعي معي يمو يمتي انتي بينها فكا حيط الانسان كبير راه كي يدير ديك يعني اللي كتقلس حتى وحد الانسان كبير كتحس بذيك الورع وذيك الواقر والحتيرام توجاهو وكتقول هاد الانسان كتطلب يعني كتجيك فشكال هاد الانسان وصل لهاد السين ويعني كي يبال لك شريف كي يبال لك بأنه دعوته مقبولة عند الله سبحان الله هدي من ميزات الاسلام يعني الانسان المسلم كي يكون كي يحتارم اللي كبر منه هاد شي اللي بغيت نوصل لكم فهموني مهم هديك البنية طلبات من الواليدة كتلا دعي معايا الله يجيب لي شي والناس شي انسان يكون يحتار مني واش بدنا الهضرة يوا سولتها قلت لها مان بزوجاج قلت لها سمحي لي قلت لي مكن حتى شي مشكيل قلت لها واش مان بزوجاج قلت لي لا راني تزوج زو تطلقت يوا ما شاء الله البنت جميلة والقيوام هو هادك ويعني معرية شعرها شعرها زوين يعني المواصفات قيل بنت زوينة كينين فيها يوا صابني واحد شوية الفضول وانا نقول له واش ممكن نعرف اشنا هو السبب ابدأت كتقول لي يا يعني اللي ديفو اللي كينين في الزوج كتقول لي غير اللي ديفو الاخطاء اللي كيدير كيدير شهادي كي غير ما هادي مثل هوا لكن سمحي لي مشي حيت السيد ما كينش غادي نقول له راه ما هم زيانش حقون نزلوا قولي لي يا اشنو انتي ما فكحتش يديفو ما يمكنش اما نقارا اما ماشي الحلاحة ما كتعرفيش تسايري مع هالواقت اما ربما ما كتعرفيش تهدري ما كتعرفيش توصلي الفكرة ما كتصبريش كترديعلي الهدرا ما محتار ماشي الام ديالو هادي مهم قولي لي يا اشنا هما انا بخليك غالسة في البيت وهو اللي يشتغل قليلا هو اللي يشتغل مهم بين قوسين بلا ما نقول الشغل دياله قاتلية فاش كيشتغل ماشي مشكل اللي مهم النقطة المهمة التي أفادت الكأس وهد الفكرة اللي غد قوليها قاتلية وبصراحة ما كان عرفش نطيبة خالتي واقلت لها انتي قلتي دبارة قلتي لدي فليفك قلتي كتناسي بزاف كتوقي ناسي يعني ما كانت في قيش بكري وقلتي بأنك يعني شوية ناقصة في الطبخ وقلت لها الطبخ ماشي مشكل ما شاء الله كل القنوات ما شاء الله كل منصات كلهم فيهم الطبخ أي منصة فيها ما تشتهي النفس تبارك الله المبديعات الحادقات للياتي ما شاء الله اشنو حاطين قلت لها وزيادرة كي الكوتوب قلت لها احنا را انتو مرة عندكم الظهر كيندى بالانترنت دخلي قولي غير وكلها خافيفة يطلع لك العجب المعجاب اي حاجة قلت لها تختار لك حتى من تردر في سلع مياه ديريها تلقيها في اي موقع من المواقع ديال التواصل الاجتماعي قلت لها لخالتي انا را المشكلة ما عنديش حتد راني كان ديرك نخدم الفيديوهات ولكن را حتديك البدلة ما كيناش اه وقت له هادي هادي مسألة خيبرة خاصه يصبر معاك حتى التعلم قلت لها ده بالمشكل هو انه هو ما بغيش يصبر هو كيبقي هيني كيبقي يقلل مني كيخاصم كيبقي يغوت كيشبع فيه سبان كيبغي يقلب عليه الطبلة وانا مسكينة كان بقى واقفة في الكوزينا واركعار فخالتي الكوزينا شحل كتحتاج غسلي هادي قطعي هادي وخاصة قلت ليا اي حاجة كان نخدم فيديو باش نصوبها لاناني قلت لها لش مكتعرفيش طيبي عدا سؤال مشي طيبي طيبي اسمي طبخ هادي را نكتة وش كتعرفي طيبي قال لها وش كتعرفي طيبي قلت لي وش ملؤونو لمو الاركات لا لا وش كتعرفي طبخي يعني وش عندك واحد لابلية في الطبخ عندك قابلية في الطبخ قلت لي يا خالتي بصارح انا نقول لك صارح قلت لي قابلة غير اللبس وش عروه ونقاد حالتي والمانيكير والبيديكير ونخرج وهادي قلت له وشوف يا بنتي راها اخي بحاجة في حياة البنت والمرأة بصفة عامة انها ما يكونش عندها المام بالمطبخ لما كانش عندها ديراية وتعلمات تعلمات الام ديالها او الجدة ديالها او الخالة او المهم للاخت او تعلمات من المحيط او من الكتب قلت لها بنتي حنا را كنا والله القسام قلت لها كنا في المدرسة وكنقيدو لغوسات وكنشريو كوتوب انا شخصيا والله ليش حنشريت ديال كوتوب ديال الطبخ كان شي حاجة اللي اعطيتها هادية بحل دبال شي صديقة في العمال كتتتزوج كان اعطيها او كوتوب را كوتوب را كان الكتاب اللي كانشريه بميةين وخمسين درهم يعني 25 او رو الناس اللي برا 25 او رو كي اللي كانشريه ب30 او رو كي اللي احتى ال 50 او رو كانين شي كوتوب اللي شريتهم غالين ورغم ذلك من اللي كانتزوج شي اخت ولا شي بنت ولا هدا كان هديها إما كتاب ديال نصائح في الزواج او كتاب ديال الطبخ المهم بقوا عندي شي كتب ولكن من اللي والله والقنوات والحمد لله يعني ما المجال ديال الطبخ راها كبير وشاسع را ما يمكنش غدي نعرفه كل شي حتى بحل العلوم ما غديش نعرفه جميع العلوم العلوم الكيميائية والفيزيائية والبيولوجيا والجيولوجيا والعلم الطبيعية بزاف 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 العلوم ما غيمكنش لينا نعرفه كل شي كنعرفه كي يقولك يا من يدعي في العلم معرفة قد علمت شيئا وغابت عنك أشياء را ما عرفتيش كل شي را علمت شيئا واحدا وغابت عنك أشياء كثيرة المهم قدمت لي هالنصائح وقلت لي هارا ما الأحسن كان عليه الصبر ويخليك تعلمي وتكلب كثير 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 في هاد المجال وعجبها الحديث معايا وخدات نميغو ديالي ديال الواتساب يعني نميغو التليفون وقلت له هارا عندي قناة تدخلي شاركيني في القناة ديالي تلقي عليها التحية إلا كانت دخلات مرحبا بيها كانت مازال هادك كيرجع لها هي المهم أنا مازال ما شفتش منها شي تعليق يعني أعتقد ما عندهاش المجال لأنا مسكينة في الإجراءات ديال الطلاق يعني مازال ما أخداتش طلاق ديالها وطلبت منها واحد طلاب كنت له حاولي حاولي ما تطلقيش لأن الطلاق صعيبة بنتي خاصة أنتي مازالها صغيرة وجميلة رغدا تضيعي وغديع لك حياتك حاولي تصلحي إلا كان ما يتصلح ورجعوا لبعضكم وكل إنسان راه فيه أخطاء والإنسان راه كيه تعلم ديفه والإنسان ما يحاولش يتعلم وما يحاولش يصلح أخطاءه أما مدام الإنسان في الحياة إلا يتعلم أي حاجة أي حاجة وصان الرسول صلى الله عليه وسلم باش نتعلمه باش ننهله العلم قال وطلبه العلم ولو في الصين يعني يمشيه للصين ولو يكون في الصين يعني بعد المسافة إنسان إلا بغاء يتعلم خاصه يجتهد خاصه يكافح خاصه يتشبت بدك الإنسان اللي بغيه باش يوصل معاه البر الأمان هادي هي النصائح اللي قدمتها لها وكن قدمها لجميع من خلال المنصة ديالي وكن نقول لكم بالنسبة لهذا الفيديو راها المقدمة شارحة نفسها العيالات الحادقات ولكن أنا را ما شاء الله راني كبيرة في الصين يعني نهلت ما يكفي من الحياة واغترفت منها ما يكفي يعني شربت منها أشياء كثيرة وفوائد وتعلمت وتحكيت أنا كبرت مع جداتي لله يرحمها كانت تقول لي المرأة اللي ما تطيبش رماشي مرأة المرأة خاصت تحزم وكتوريني كيفاش ندخل الكوزينة وكتخاصم عليها وعاد زيد الأم ديالي وعاد الحياة وعاد الناس اللي عرفنا مهم فقط بكري عجنت خبزت درت المسمى للفطور درت الكسكسو للغداء ومشيت خرجت تقديت هالشيراني في المحلات التجارية كانت تقدي لأني مكتارية واحد المحل والمهم إلا بغيتوا تدخلوا المواقع التواصل راتعرفوا القصة القصة ديالي من الطفولة في اليوتيوب كذلك رغدا نسرد القصة ديالي إن شاء الله ما سخيتش بكم كنت منا لكم لهنا وراحت البال ولي عنده وليدات وضي يخليهم لي وخدوا فكرة معايا هاد اللعب ونونوسات وهاد اللعبة اللي كنتعيس الوليد والموسيقى ما شاء الله جميلة جميلة ما كرهتش نبقى معكم دائما لو أبدا كنتكلم خليت لكم الراحة إلى اللقاء